موسيقى طيب الله قتلكم مشاهدينا الكرام مخبر التاسعة من يمن شباب وتتابعون فيها موسيقى الجيش الوطني يفشل عمليات تسلل لميليشيا الحوثي في الجوف ويحقق تقدما شرق تعز موسيقى إدانات المحلية ودولية لانتهاكات ميليشيا الانتقالي بحق علقين من المحافظات الشمالية في أبيان ونازحوا في حضر موت يواجهون مصيرا مجهولا موسيقى وأيضا في أخبار التاسعة اتحاد كرة القدم يقر عودة دور الدرجتين الأولى والثانية موسيقى أهلا بكم البداية ميدانيا وتحديدا من محافظة الجوف حيث قتل وأسر خمسة من ميليشيا الحوثي في عملية جديدة لجيش الوطني في جبهة حامة في المحافظة التي تشهد مواجهة مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي كما ذكر مصدر عسكري لقناة يامن شباب أن الجيش الوطني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيا حاولت التسلل إلى مواقعه في الجبهة وأوقع منهم ثلاثة قتلى وأسر اثنين آخرين فيما لذى البقورة بالفرع تم كسر كبرياء الميليشيات تحت أقدام الأبطال في اللوامي 27 والمحور الجنوبي والمنطقة العسكري السادسة وقبائل الدهم الذي شاركوا في هذه المعركة المصيرية معركة الملحمة التي سطرت على جبال الساقية داسوا اليوم أبطالنا وقبائل الدهم على أخشام الحوثي وكبرياء عربات معنا غنائم الأخرى موجودها محرقة رسالتنا للميليشيات الحوثية أنكم لن تستطيعوا كسر أبناء اليمن وأبناء الجيش الوطني واليمن ستكون مكبرة لكم كما قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني في الجبال الساقية المحاذية لجبال ياما في مديرية نهم وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادس العميد الركن علي محسن الهدي قال إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم لميليشيات الحوثي الإنقلابية بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقتل خمسة وثلاثين من عناصرها وأسر آخرين كما أضاف العميد الهدي أن ميليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة في جبال الساقية وقال إن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال هذه المعارك هذا وتشهد جبهة الجو في معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد لقد تم في صباح هذا اليوم نصر كبير نصر مؤذر في جبهة الغيل التي حاول الميليشيات التقدم منها وتقدمت بعض المدرعات وبعض العربات لكن فضل الله عز وجل تم كسرهم وأخذ بعض عرباتهم وبعض أسراهم ولا زالت الآن بحوزة الجيش الوطني ومعركة أسطورية سطرها أبطال اللواء 127 وكتيبة 801 وأبناء مديرية الغيل الأبطال ومن سندهم من المسلوب سطروا أرواح البطولات اليوم وداسوا على كل جثث المعتدين وباءوا بالفشل وكذلك شارك طيران التحالف بضربات موجع العدو إذن تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش وميليشي الحوث الإنقلابية في عدد من جبهة محافظة الجوف نتبع تفاصيل معارك عنيفة تأخذها قوات الجيش الوطني في جبهة مختلفة في محافظة الجوف تكبدت خلالها ميليشي الحوثي خسائر بشرية كبيرة وأليات عسكرية المعارك التي تدخل أسبوعها الثالث تركزت في جبهة مديرية الموتون ومفرق الجوف وفي جبال الجراشب بين مأرب والجوف والمحاذية لجبال يام في ميمنة جبهة إهمة ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية بجبهة حام شمال مديرية الموتون أن خمسة من عناصر ميليشي الحوثي قتلوا وجرح آخرون في عملية نوعية لقوات الجيش وبحسب مصادر عسكرية أن قوات الجيش استدرجت عناصر الميليشي عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة حام وأسفرت العملية عن مقتل خمسة من عناصر الميليشي وجرح آخرين في حين شنت طائرات التحر في غارات جوية استهدفت آليات عسكرية ومواقع للميليشي في ذات الجبهة وفي سياق متصل تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة مواقع جديدة مطلة على مديرية مجزر القريبة من سلسلة جبال الجرشب المحاذية لجبال يام في ميمنة جبهة إهمة وأشارت المصادر أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرح من عناصر الميليشي إضافة إلى تدمير طيران التحرف لآليات عسكرية تابعة للميليشي في ذات الجبهة شدد المفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن عدل القميري على ضرورة رفع الجهزية القتالية إلى أقصى درجاتها والاستعداد لخوض المعركة الفاصلة مع الميليشي الحوثية الإنقلابية والدحرها من مناطق سيطرتها جاء ذلك لدى زيارته المواقع الأمامية في جبهة سرواح غرب محافظة مأرب وأشهد خلالها بتضحية الجيش الوطني في مواجهة الميليشي الحوثية طلع قائد جبهة سرواح العميد الركن أحمد أبو إصبع أطلع اللواء القميري على الأوضاع الميدانية وسير العملية القتالية وما تكبدته الميليشي من خسائر بشرية ومادية خلال محاولات مجميعا منها التسلل إلى مواقع الجيش خلال الأيام القليلة الماضية حققت قوات الجيش الوطني في محور تعز تقدمات كبيرة صباح اليوم إثرشنها هجوما كبيرا على مواقع سطرة ميليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية وقال نائب ركني توجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر لقالات يمن شباب قال إن المعارك مستمر في محيط تبة اللوزم والكريفات وتبة المقرمي المطلة على تبة الجعش والسلال وخط الحوبان المعارك الآن معارك في لوزم وفي الكريفات وفي تلة المقرمي هذه التلة الاستراتيجية التي هي تلة حاكمة تشرف على الجعش وعلى السلال وتشرف على خط الحوبان وتؤمن وادي صالة والقبهة الشرقية بالكامل المعارك تدور في محيط هذه التلال وهناك صور بطولية نادرة يحقيقها الأبطال وتقدمات بإذن الله تعالى يعلن عنها قريبا وأشر البحر إلى وجود تعزيزات حوثية بالآليات العسكرية والمقاتلين إلى جبهة تعز وسط دعر كبير يسيطر على مقاتليهم في مختلف الجبهات تعزيزات للميليشيات الإنقلابية إلى جبهة تعز وشعرت الميليشيات بالذعر خصوصا مع تراجع وفرار وانهيار معنويات الميليشيات الإنقلابية تحاول الآن التعزيز سواء بالأفراد أو بالآليات العسكرية أو بالمدفعية الثقيلة إلى جبهات المحافظة تعز ووحدة الرصد المتقدمة تأتينا بمعلومات أن هناك تعزيزات سواء على مستوى الأفراد والعناصر القتالية أو الآليات والمعدات لكن بإذن الله تعالى أنها ستكون غنيمة للجيش الوطني ولأبطال الجيش الوطني كما أفد العقيد البحر لقناة ياما الشباب إن معركة تعز ضد ميليشي الحوثي مستمرة في كل الجبهات منذ اليوم الأول وحتى استكمال تحليل المحافظة وأن الساعات القادمة ستشهد مفاجأة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة ستكون هناك مفاجآت ومعركة تعز بإذن الله تعالى هي مستمرة ومفتوحة ولن تتوقف في كل جبهة تعز سواء جبهات المدينة، الجبهة الشرقية، الجبهة الشمالية، الجبهة الغربية، جبهة جنوب شرق المدينة أو جبهات الأرياب في حيفان، في الضباب، في مقبنة، في غيرها من الجبهات جبهة تعز دائما تقد تضعف، قد تخبو، لكنها تعود للإشتعال من قديد وكما هو المعتاد، فالمعركة في تعز مستمرة ومفتوحة مع الميليشيات الإنقلابية منذ اليوم الأول وحتى بإذن الله تعالى استكمال التحرير وكسر الحصار القائر عن أبناء المدينة كما قال بيان للقوات العمالقة، إن وحدة منها تابعة للواء الثامن تمكنت من تدمير عدد من الأليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لميليشي الحوث الإنقلابية في جبهة البرح غرب تعز وذكر البيان أن مواجهة عنيفة دلعت بين الجانبين في جبهة البرح وتمكنت قوات العمالقة من دك تحصينات للميليشيا في جبال رسيان شمال البرح كما أضف البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة أن قتلى وجرح من ميليشي الحوث سقطوا في المواجهات وتم تدمير عتد قتلي للمتمردين نبقى في تعز أيضا حيث أقدمت قيادة محور تعز العسكري أو قدموا ردودا خاصة بعدد من الوقائع التي تحقق بها اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات ارتكبت في الفترة الأخيرة في مدينة تعز ومنسوبة إلى بعض الأفراد المنتمين إلى الألوية العسكرية التابعة للجيش الوطني وفي اللقاء الذي تم في مقر قيادة المحور أكد اللواء الركن خالد فاضل استعداد قيادة المحور للرد على مخاطبات اللجنة الوطنية بشأن الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها من جهتها استعرضت عضو اللجنة إشراق المقتر أجندة الاجتماع مع قيادة المحور والاستماع إلى ردود خاصة بعدد من الوقائع التي تحقق بها اللجنة ومنها حوادث قتل خارج نطاق القانون وصطوا على بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والاعتداء على مستشفى الثورة كما تطرق اللقاء إلى إجراءات المحاسبة الداخلية التي قامت بها قيادة المحور لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات ومنع تكرارها بما يساعد في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار وفي مأرب سيرى أبناء إقليم عدن قافلة غذائية وكسائية دعما للقوات الجيش الوطنية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعا وقال الشيخ صالح أربية أحد مسؤولي حملة الدام والإسناد قال إن هذه القافلة هي مشاركة رمزية يقدمها أبناء إقليم عدن لقوات الشرعية في جبهة نهم تعبيرا منهم عن وقوفهم الكامل إلى جانب الجيش الوطني كما أوضح إنها عبارة عن مواد غذائية وملابس شتوية تقل بقاتلين قصوة البرد في جبال نهم ووديانها وهم يصدون فلول الميليشيا كما أضاف الربيان الجيش الوطني الذي كبد ميليشيا الانتقالي أو عفوا ميليشيا الانقلاب خسائر كبيرة في الأحداث الأخيرة في الجوف وصرواح ونهم جدير بأن يقف الشعب إلى جانبه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب كما أكد المشاركون في القافلة أن أبناء الجنوب سوف يقفون صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي مؤكدين أنهم لن يبخلوا في دعم الجيش في مختلف الجبهات بكل ما أوتوا من إمكانات داخل من أبناء تليم عدن في كل المحافظات الموجودة في أفراد المحافظات الموجودة في داخل المأرب دعما وإسنادا للجيش الوطني هذا الجيش الذي كبد الحوثي الخسائر الكبيرة إلى محافظة البيضاء حيث صد الجيش الوطني في جبهة قانيا والوهبية في المحافظة هجوم من شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقعه في العر ومسعودة فجر اليوم السبت وقال مصدر لقناة يمن شباب إن مواجهات عنيفة دلعت بين الجانبين قبل أن تتمكن قوة الجيش من صده وإجبر المهاجمين من ميليشيا الحوثي على التراجع وبحسب المصدر فإن عناصر من الميليشيا قتلوا وتم أسر آخرين بينهم قيادات الميدانية في المواجهات التي استمرت لساعات وانتهت بدحر هجوم المتمردين تصدرت محافظة تعز قائمة ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال خمس سنوات من الحرب وفقا لتقرير أصدرته منظمة رايس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقارها أمستردام في هولندا ووثقت المنظمة مقتلى 160 شخصا في تعز في انفجار الألغام والعبة الناسفة من إجمالي 685 مدنية وبعض العسكريين في 18 محافظة يمنية وجاءت محافظة الحديدة في المرتبة الثانية في أعداد ضحايا الألغام وسجلت 114 قتيلا ومن ثم محافظة البيضاء بعدد 94 قتيلا ومن بين العدد الإجمالي للقتل بلغ عدد الضحايا من الرجال 484 وأما من النساء ف67 امرأة ومن الأطفال 134 قتيلا كما ذكر التقرير أن أعداد القتل من المدنيين بالألغام بلغ 609 بينما وصل العدد إلى 76 من العسكريين أعلن الجيش السوداني بدأه بإجراءات أولوية لتبادل المستندات مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتبادل الأسرى من جنوده المقاتلين ضمن قوات التحالف العربي والذين تم أسرهم من قبل الحوثي وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامل محمد الحسن قال إن الشروع في تلك الإجراءات تتم عبر قيدة التحالف العربي بناء على رغبة وطلب من ميليشيا الحوثي بحسب صحيفة الشرق الأوسط كما أوضح العميد الحسن أن إجراءات تبادل الأسرى سوف تتم عبر أليات وقناوة التحالف غير أنه لم يحدد عدد أسرى الحوثي لدى القوات السودانية أو الأسرى السوداني لدى الميليشيا وقال إن هذا أمر خارج صلاحية الجيش السوداني ويخضع لقيادة التحالف أكد تقرير لجنة الخبراء الأمميين المكلفة بمراقبة حظر السلاح في اليمن أكد أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية حصلت خلال العام المنصرم 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة داخل إيران وتضمن التقرير الذي أرسل لمجلس الأمن الدولي تأكيدا أن ميليشيا الحوثي باتت تستخدم نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروزا البارية إضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة وبحسب المحققين فإن بعض هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران في حين لم يتم إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي سلمت هذه الأسلحة إلى الحوثيين وفي موضوع آخر ذكر التقرير الذي نشرته وكرة الصحافة الفرنسية أن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت ترتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن من دون محاسبة كما أوضح التقرير أن التوقيفات والاعتقالات التعصفية وعمليات الإخفاء القصري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنية والسعودية والحوثيين والميليشيا المرتبطة بالإمارات كما قال الخبراء إنهم حددوا شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي وعرضن الميليشيا بما في ذلك استخدام العنف الجنسي يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن دانت منظمة سام للحقوق والحريات منع ميليشيا الانتقال الإماراتي لمسافرين قادمين المحافظة الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن وقالت المنظمة في بيان اليوم إن نقطة تفتيش أمنية تابعة للواء الثلاث دعم وإسناد على مدخل زنجبار عاصمة محافظة أبيان منعت عشرات الحافلات ووسائل النقل الجماعي وعليها مواطنون وعائلات وجرحة من أبناء المحافظة الشمالية منعتهم من دخول أبيان والوصول إلى عدن منذ مساء أمس أو منذ مساء الخميس الماضي وحتى اليوم وبحسب شهادات حصلت عليها منظمة سام فإن جنودا من اللواء الثلاث دعم وإسناد التابع للانتقالي الممول من دولة الإمارات نصبوا رقطة تفتيش في مدخل مدينة زنجبار في أبيان ومنع المسافرين المنحدرين من أصول شمالية من دخول مدينة أبيان في طريقهم إلى عدن كما أشرت إلى أن عدد العالقين يزيد عن مئتي شخص بينهم خمسة وثلاثون كانوا على حافلات النقل الجماعي منهم ثلاثة جرحة معاقين كانوا في طريقهم العلاج وأمرتهم الميليشيا بالعودة من حيث قدموا وفي السياق شددت منظمة سام على ضرورة احترام حقوق المواطنين في التنقل وطلبت الانتقالي بالتوقف فورا عن استخدام معاناة المواطنين كأداة لتحقيق أهداف سياسية إلى موضوع آخر حيث تسبب حريق شبا في مقتورة نقل وقود للغاز في خسائر بممتلكات الأهالي في مدرية الملاجم في محافظة البيضاء وشبا الحريق في المقتورة نتيجة انقلابها عند حاجز استحدثته ميليشيا الحوث الانقلابية لجباية الجبارك في منطقة عفار على أطراف محافظة البيضاء مما أدى إلى تسرب الغاز منها واشتعال النيران فيها بحسب مصادر محلية وقالت المصادر لقناة يمن شباب إن الغاز استمر لأكثر من ساعة في التسرب تبعه اندلاع حريق أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بحروق طفيفة واحتراق أربعة منازل وخمس سيارات ونفوق عدد كبير من الألغام يذكر أن ميليشيا الحوث الانقلابية استحدثت منفذا جمركيا في منطقة عفار في الطريق رابط بين محافظتي البيضاء ومأرب تقوم من خلاله بفرض رسوم وجمارك جديدة على جميع البضائع والمعدات بالإضافة إلى احتجاز نقلات الوقود أعلنت وزارة الاتصالات الخاضعة لميليشيا الحوثي خروج خمسين في المئة من الانترنت نتيجة لعمل تخريبي لتواصل بذلك سوق المبررات لتقييد حركة الاتصالات والانترنت في مناطق سيطارتها كما ذكرت الوزارة أن خمسين في المئة من الانترنت خرجت نتيجة عمل تخريبي في عدن نتج عنه فصل المسار الدولي مع جيبوتي هذا ويجهد النت بطء في اليمن منذ أكثر من شهرين وهو ما تسبب في خسارة القطاع التجاري في اليمن وخاصة شركات الصراف والبنوك هذا وسبق لميليشيا الحوثي أن أعلنت عن خروج 80% من خدمة الانترنت في اليمن نتيجة عطل في الكيبل البحرية القريب من قناة السويس لتأتي الآن لتعلن عن مبرر جديد يتيح لها الاستمرار في تقييد حركة الانترنت في البلاد حلت اليمن وضمن الدول الأقل جاهزية في مواجهة الأوبئة والأمراض المتفشية وفق تصنيفات مؤشر الأمن العالمي وجاءت اليمن وسوريا والعراق والجزائر ضمن الدول ذات مستوى جاهزية متدني لمواجهة الأمراض المتفشية بينما جاءت مصر والسعودية وقطر من بين الدول الجاهزية المتوسطة عالميا جاءت بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا من بين الدول الأكثر جاهزية للتعامل مع الأوبئة المتفشية في حينا جاءت دول مثل الصين وروسيا من بين الدول ذات الجاهزية المتوسطة وتم إعداد التصنيف الذي شمل 195 دولة بتحديد جاهزية الدول من خلال التركيز على ما إذا كانت الدول لديها الأدوات المناسبة للتعامل مع تفشي الأمراض الخطيرة أكد عبد الرقيب عبد القوي العمري مدير عام مطار عدن الدولية جميع اليمنيين الذين وصلوا المطار وعددهم 95.90 شخصا نقادمين من الصين بصحة جيدة ونفى مدير المطار في تصريحنا الصحفية اليوم وصول أجانب من فيهم الصينيون إلى عدن عبر مطار عدن الدولي وأوضح العمري أنه تم إصدار تعميم سابق بمنع دخول الأجانب إلى اليمن إلا بقرار صحي حتى إشعر آخر وتأتي هذه الخطوات التي اتخذتها إدارة مطار عدن الدولي ضمن الإجراءات الاحترازية مع تفشي فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في الصين يتزايد توافد حالة النزوح من مناطق الحرب نحو محافظة حذر موت منذ بداية الصراع الدائر في اليمن فعلة محافظات بعد انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة حيث يعيش معظم هؤلاء النازحون في حالة إنسانية صعبة يسكن بعضهم في شقق للإيجار ذات الأسعى المرتفعة وآخرون يسكنون الخيام في مناطق متعددة في حذر موت ويكبدون معاناة النزوح والجوع والمناخ المتقلب مرسل قناة يمن شباب زر هذه المخيمات ووفان بهذا التقرير امتطى هو وأسرته دراجته هاربا من جحيم الاعتقال الذي مورس بحقه مرتين الثلاثيني عزيز الذي ينحضر من محافظة الحديدة أقصى غرب اليمن أجبرته ميليشيات الحوثي على النزوح مع أسرته في رحلة تهجير قسري استمرت أربعة أيام وصولا إلى هذا المجرى المائي في مدينة سيئون بحضر موت كنت اشتغل بالسيق الحقيقي وقال لما دخل البرد وقع ما أردت تشتغل بردي كان يعوّرنا بصدري ودوروا بعدها قالوا أنت جاء داعشي تشتغل داعش الكاسوس وشلت مطري وهربت له هنا أنا وأيالي وأقرسوا يدوروا بعدها بحديدة ما حصلونا فاتصلوا بأحلي قالوا القماعة يدوروا بعدك بيقتلك لا روح والآن لا قادر نروح حديدة ولا قادر شيء وذلك أنا نازعين بالوادي في أي وقت لأقام مطر السيلة لا بيشل لحنا بين الحياة أو الموت نحن مهديدين في سائلة الآن نحن الأقازين في سائلة في مخيم النزوح لا يعرف عزيز وأولاده ما يتناوله أطراف الحرب من ملفات باتت أكثر تعقيدا سوى مرارة النزوح التي لاحقت الآلاف من أمثاله أكثر من النازعين أكسرين بالله هنا محافظة الصيون تبقى كنت أشوفهم بباب مشرف يشتغلوا وتصعب محلات وأشوفهم أمسرين بالله هنا بنازعين بسوق مبرشهم أعصرهم بالشوارع ليس ببعيد من حالة عزيز وفي زاوية أخرى من المدينة نازحون آخرون يتشاركون ذات التفاصيل نحن أشير أسار متزاحمين في ثلاث خيام بس حموية وبرد وكل حاجة الليلة تحمله نقول بخلاصة بردها برد وحمها حمي ساكن في الزراعيب حق الأغنام ولأننا أي مسكن تحتال الشجار ولا تحتال في الزراع ولا أننا فرشا ولا مطارية ولا مطارية ولا حاجة ولا مطابخ ولا حمامات ولا أم حاجة يعني أنزخ الله نباب في ديباب ونرحل الخباب في الشارع آخر الليل إحصائية النزوحي تتزايد مع توسع رقعة الصراع وغياب مؤشرات إيقاف الحرب فنحو 33 ألف نازح هي حصيلة ما استقبلتهم حضر موت منذ بداية الصراع يعيش معظمهم حالة إنسانية صعبة بحاجة إلى تدخلات عاجلة تتمدد سنوات الحرب ومعها تتزايد معاناة الآلاف من النازحين حول اليمن فالهروب من ويلات الحرب قصة مأساة تكمل تفاصيلها ويلات النزوحي والمخيمات المنسية عبدالله مومن يمن شباب من مخيمات النزوح سيئون نياضينا الآن حيث أقرى الاتحاد العام لكرة القدم عودة دوري درجتين الأولى والثانية بعد توقف دام خمس سنوات بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد إثر انقلاب ميليشيا الحوثي على سلطة الشرعية وأقرى الاتحاد انطلاق الدوري في أبريل المقبل وفقا للائحة المسابقات في موسم 2014-2015 وبنظام الذهاب والإياب للدرجة الأولى ونظام المجموعتين للدرجة الثانية ووجه الاتحاد خطابا لأندية الدرجتين الأولى والثانية يطلب فيه الأندية بالموافقة على إقامة الدوري في موعد أقصى العاشر من فبراير الجارية التخبر التاسعة تابعتم فيها الجيش الوطني يفشر عمليات تسلل الميليشيا الحوثي في الجوف ويحقق تقدما شرقة عز إدانات محلية ودولية لانتهاكات ميليشيا الانتقالي بحق عالقين من المحافظات الشمالية في أبيان ونزحون في حضر موت يواجهون مصيرا مشهولا كما تابعتم أيضا اتحاد كرة القدم يقر عودة الدوري الدرجتين الأولى والثانية إذن نشكر لكم ماطب المتابعة دمتم ودام الموضن بألف خير ترجمة نانسي قنقر